بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان التكامل بالتجزئة وتطبيقاته رقم واحد أنصح بشعبات العلم تجربية والتقنية الرياضي والرياضي حيث قال أحسب قيمة كل من العددين E0 و E1 حيث E0 يساوينا التكامل من 0 إلى 1 لأسية X تفاضل X أو DX و E1 يساوينا التكامل من 0 إلى 1 X أسية X تفاضل X ثانيا قال من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم يعني ننطلق من 1 نضع E1 يساوينا التكامل من 0 إلى 1 X قوة N في أسية X تفاضل X قال ألف أوجد باستعمال المكاملة بالتجزئة علاقة بين E1 و E1 ثم بعدها قال با استنتج قيمة E3 إذن ننطلق على بركة الله في الحل المفصل إذن ناتي الآن أبنائي الإجابة على السؤال والقلنا قال أحسب قيمة كل من العددين E0 و E1 حيث قلنا E0 يساوينا التكامل من 0 إلى 1 لأسية X DX يعني تفاضل X إذن نكتب هنا أبنائي أولا حساب E0 لاحظوا جيدا هنا أبنائي إذن هذا التكامل الأول هذا إذن ماذا يمكن أن نقول ما هي الدلة الأصلية للأسية X؟ الدلة الأصلية للأسية X هي أسية X تفسوها إذن تصبحنا تساوينا هكذا تصبحنا أسية X لكن حدود التكامل تصبحنا من 0 إلى 1 تتغير معناه لما نضع الدلة الأصلية للأسية نغير مواضع التكامل لاحظوا جيدا إذن الدلة الأسية هذه فقط ليس أسية X دلتها الأصلية هي أسية X أما التي تكون مكتوبة من الشكل أسية AX هذه هي دلتها الأصلية ليست تساوي عذروني هي 1 على A في أسية X حتى تتفهموا جيدا إذن تصبح لنا إي سيفر يساوينا كم؟ عوضوا الآن مرة بالواحد ناقص عوضوا بالسفر عوضوا هنا بالواحد ثم عوضوا هنا بالسفر فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا الأسية ناقص عوضوا هنا بالسفر كم تصبح أسية 0؟ كم هي؟ هي 1 إذن تصبح لنا هذه هي قيمة إي سفر نضعها في هذا الموضع نأتي الآن أبنائي إلى الحالة الأخرى لكن الحالة الأخرى عليكم أن تنتبه جيدا هنا لهو التكامل بالتجزئ إذن هنا حساب إي واحد ماذا نملك؟ نملك هذه العبارة لهي إي واحد يساوينا التكامل من صفر إلى واحد لأسية X في X تفاضل X هنا أبنائي ما علينا لا يمكن أن نقول هو التكامل هذه دل أصلية لهذه في الدل أصلية ذي لا لا يجوز إذا كان هنا عدد نعم لو كان مثلا هنا الإثنان له الحق أن يخرج من التكامل لكن X لا مثلها مثل لو نشتق هذه العبارة هل نقول مشتق الأول في ثاني؟ لا نقول مشتق الأول في ثاني زائد مشتق ثاني في الأول إذن هنا أبنائي نستغل البرهان التكامل بالتزيئة سوف أشكل لكم جدول بسيط من خلاله تتعلمون كيف نستعمل التكامل بالتزيئة لاحظوا هنا نحتاج إلى أربع دوال لاحظوا قلت أحتاج يا أبنائي إلى أربع دوال كيف ذلك؟ لاحظوا إذا قلنا نحتاج إلى E لX عفوا سوف أكتبها بخط أفضل إذن عندنا E لX وهنا التي توضع في هذا المكان هي V فتحة لX حيث يا أبنائي لما نضرب هذه في هذه تعطينانا مطلوب إذن هنا ماذا نضع؟ نضع X وهنا نضع أسية X حيث لما نضرب هذه X في أسية X تعطينانا هذه العبارة الآن ما هي مشتقة E لX؟ هنا E فتحة لX مشتقتها ما هي يا أبنائي؟ مشتقتها أكيد هي واحد وما هي الدالة الأصلية؟ نحتاج كذلك إلى الدالة الأصلية لV فتحة اللي هو V لX الدالة الأصلية معروفة للأسية هي نفسها الأسية هكذا أبنائي نستغل قلت نحتاج إلى أربع خانات نحتاج إلى دالتين ومشتقتهما بحيث هذا في هذا يعطينا المطلوب التكامل بالتزيئة سوف أعطيكم قانونه العام يقول التكامل بالتزيئة من A إلى B لE لX في V فتحة لX تفاضل X يساوي الأم في الأم يعني هذه في هذه بدون رمز التكامل يعني U لX في V لX تابعوا جيدا هكذا من A إلى B ناقص التي تبقى لنا وهي هذه حتى تفهموا جيدا إلى قانون التكامل بالتزيئة من A إلى B لمن لV لX في U فتحة لX تفاضل X هذا هو قانون يا أبنائي الذي عليكم أن تحفظوه إذن تعالوا نطبق يا أبنائي تسبح لنا E1 يساوي E1 إذن قلنا نسبح التكامل هذا في هذا اللي هو المطلوب اللي هو التكامل من صفر إلى 1 لX في أسية X تفاضل X يساوي الأم في الأم هذا في هذا اللي هو الأم يعني لما نقول الأم يعني لنقص الدمشتقة تسبح لنا من ماذا X أسية X من صفر إلى 1 نقص التكامل لهذا في هذا إذن تسبح لنا 1 في أسية X تفاضل X من صفر إلى 1 لكن هذا لو تلاحظوا معي هذه القيمة ألم نحسبها هي هذه انظروا أليس هذه هي هذه نعم قد حسبناها ها هي أمامكم كم إنها الأسية نقص 1 تصبح لنا ماذا تصبح لنا E1 يساوي عوض الآن هنا بالواحد وهنا بالواحد لما نعوض ماذا تصبح لنا تصبح لنا الأسية هنا لما نعوض 1 و1 تصبح لنا 1 في أسية 1 ناقص عوض الآن هنا بالصفر فيذهب هذا كليا إلى صفر ناقص التكامل هذا قد حسبناه يا أبنائي ها هو قيمته ما هي قيمته لي أسية ناقص 1 فتصبح لنا E1 يساوي دقيقوا يساوينا الأسية ناقص الأسية زائد 1 فيذهب هذا مع هذا فنجد أنه E1 يساوي لنا 1 فقط بعدما أنهينا مع هذا الجزء سوف نتطرق الآن إلى الجزء الآخر نتابع سوف نأخذ معنا هذا الجدول لأنه سوف نحتاجه لأن السؤال كذلك متعلق بالتكامل بالتجزئة إلى E1 و E1 زائد 1 تابعوا جيدا هنا أبنائي أولا نأتي إلى E1 E1 نحن نملك قيمته ها هي قيمته تابعوا ها هي قيمته كاملة إذن هذه E1 لو نأتي الآن إلى E1 أكيد سوف يصبح لنا E1 زائد 1 يساوي لنا التكامل من صفر إلى 1 لس إكس قوة أان زائد 1 في أسية إكس تفاضل إكس يعني مثلما نضيف هنا الواحد نضيف هنا الواحد ما رأيكم الآن أبنائي لو نحسب هذا التكامل لإجاد ذلك العلاقة ركزوا هنا لو نضع E ما هي لو نضع E هي إكس قوة أان زائد 1 ونضع أسية إكس هنا لاحظوا جيدا ما هي مشتقة إكس قوة أان زائد 1 هذه مشتقة وما هي هي أن القوة تنزل إلى هنا تصبح لنا أان زائد 1 في إكس قوة أان نعم يعني مثل إكس مثلا مربع مشتقة وما هي أنه هذا ينزل تصبح لنا إثنان في إكس وننقص درجة بعدما كان إثنان تصبح لنا واحد لو كان الثلاثة لأنزلنا الثلاثة هنا وقلنا إكس مربع فتصبح لنا ماذا تصبح لنا هكذا آن زائد 1 مشتقتها في إكس قوة أان ما هي الدالة الأصلية لأسية إكس قلنا هي نفسها أسية إكس تعالوا الآن أبنائنا نطلق في عملية التعويض فتصبح لنا ماذا فتصبح لنا إي آن زائد 1 يساوي لنا التكامل قلنا من ماذا قبل أن نتحدث عن التكامل قلنا يساوي لنا الأم في الأم وهذا في هذا مثل ما نطبق هنا قواعده بحذافرها التكامل هنا من صفر إلى واحد كما من هنا من آ إلى ب تساوي الأم في الأم الأم في الأم بدون التكامل يعني تكون محسوبة الأم في الأم وهي إكس قوى آن زائد واحد في أسية إكس من صفر إلى واحد ناقص التكامل لهذا في هذا هذا في هذا ما هو اللي هو آن زائد واحد في إكس قوى آن في أسية إكس تفاضل إكس من صفر إلى واحد حدد التكامل لم أفعل شيء دقيقوا أرجوكم حتى تعلموا لكن عندنا هذا ثابت لا يوجد فيه الإكس له الحق أن يخرج من التكامل فتصبح هنا إي آن زائد واحد تساوي إكس قوى آن زائد واحد في أسية إكس من صفر إلى واحد ناقص آن زائد واحد له الحق أن يخرج من التكامل لأنه عدد من صفر إلى واحد في إكس تكامل إكس قوى آن في أسية عفوا في أسية إكس تفاضل إكس دقيقوا أرجوكم ألا تلاحظون يا أبني أن هذه القيمة هي نفسها إي آن؟ نعم إنها إي آن ها هي ظهرت علاقة بينهم إذا تصبح لنا إي آن زائد واحد تعالوا الآن نعوذ هنا بالواحد هنا بالواحد وهنا بالواحد فتصبح لنا ماذا إكس قوى آن واحد قوى آن زائد واحد واحد قوى آن زائد واحد يبقى لنا هو الواحد في تصبح لنا الأسية يعني عوذوا هنا عوذوا هنا بواحد تبع لنا واحد قوة أن زائد واحد معنا هي واحد في أسية واحد أسية واحد هي نفسها الأسية ثم عوض الآن هنا بالصفر الصفر في هذه القيمة سوف يذهب إلى الصفر يعني ناقص صفر ناقص ماذا؟ ناقص صفر في أن زائد واحد في أن يا أبناء يقول أحدكم لم أفهم لماذا وضعت أن هذه هو يريد إيجاد علاقة أليس هي هذه؟ نعم إنها الإيآن إذن فيصبح لنا إيآن زائد واحد دقيقوا إيآن زائد واحد يساوي لنا يساوي الأسية ناقص آن زائد واحد في إيآن ها هي العلاقة التي كان يريد أن نصل إليها فقط يا أبناء بعدما وجدنا هذه العلاقة نأتي إلى السؤال آخر قال استنتج قيمة إي ثلاثة إذن نكتب هنا عنوان استنتاج قيمة ماذا؟ إي ثلاثة ماذا نملك؟ نقول لدينا العلاقة العامة ما بين إيآن زائد واحد وإيآن هي هذه معناها كم نضع هنا لقيمة الآن حتى نتحصل على ثلاثة؟ نضع هنا إثنان وهنا إثنان وهنا إثنان وهنا إثنان اجمعوا الآن إي إثنان زائد واحد وإي ثلاثة اصبحنا إي ثلاثة تساوين البسية ناقص هنا اجمعوا هذه كم ثلاثة في إي إثنان بما أن هذه القيمة هكذا فلاحظوا لو نأتي الآن إلى إي واحد عفوا إي إثنان نضع هنا كم واحد ونضع هنا واحد ونضع هنا واحد دقيقوا أرجوكم فاصبحنا إي واحد وواحد وهو إي إثنان يساوين البسية ناقص إثنان في إي واحد ركزوا أرجوكم معناه يمكن أن نأتي بهذه القيمة ونضعها في هذا الموضع لما نضعها هنا ماذا تصبح؟ تصبح أعيد هذه نضعها هنا فماذا ينتج؟ تصبح لنا تساوين البسية ناقص ثلاثة ونفتح قوس إي إثنان إي إثنان عفوا إي إثنان هذه سوف نضعها في هذا الموضع لما نضع هنا ماذا تصبح؟ تصبح لنا البسية ناقص إثنان في إي واحد ولكن إي واحد ها هي قيمتها سوف نأتي بهذه ونضعها هنا لما تصبح لنا هنا ماذا تصبح؟ تصبح لنا إي ثلاثة يساوي لنا ماذا؟ البسية ناقص ثلاثة في الأسية ناقص إثنان في إي واحد كم إنه واحد هكذا أبنائي دقيقوا لأن ماذا لأن هذه الخاصية التي وجدناها هي التي توفر لنا مثلا إي إحدى عشر ماذا تسوي إي إحدى عشر تسوي أن الأسية ناقص آن زائد واحد لهو هنا يعني هنا كم نضع للأن حتى نتحصل على إحدى عشر عشرة توصبح لنا إي إحدى عشر يسوي أن الأسية ناقص إحدى عشر هنا في إي عشرة يعني لأن هنا وضعنا كم وأصبحت إحدى عشر وهنا إحدى عشر وهنا كم تكون عشرة إذن بما أن هنا كان الإثنان فهنا يكون ماذا يكون الواحد إذن فتصبح لنا إي ثلاثة يسوي أن الأسية ناقص ثلاثة في الأسية ناقص إثنان تصبح لنا إي ثلاثة يسوي أن الأسية ناقص ثلاثة في الأسية زائد ستة فتصبح لنا هذا كم يعطينا ناقص إثنان في الأسية زائد ستة هذا هو إي ثلاثة يقول أحدكم يا أستاذ وهل يمكن أن نجد نجد التكامل نجده يا أستاذ نجده سالب لا يجوز يا أبنائي لأنه ليس مساحة إنما هو تكامل وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسوا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا